السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم في قناة طبخة ومعلومة مع ام تاسنين. اه انا جاي لكم موضوع كده النهاردة. موضوع يا جماعة حصل في اسكندرية. الموضوع ده يا جماعة موضوع بنت. اه ابوها واموها توفوا وما كانتش يلاقيها مصدر مال وكده. حد يصرف عليها يعني. هي جميلة. اه قالت هعمل ايه اعمل ايه اشتغل في البيوت. اشتغلت في البيوت يا جماعة الاول. اه تنظف وكده في البيوت. طبعا مش عيب يا جماعة. اه لا ان الموضوع برضو مش جايب لها فلوس. وهي كتا عايزة تلم فلوس وتعمل فلوس يا جماعة. اه رحت قالت ايه انا الموضوع ده مش جايب معي نتيجة. اه لقت ابن صاحب الناس اللي بيشتغلوا عندها بيبصرها وكده. وعرض عليها ان هو يعمل معها علاقة يا جماعة بس يديها فلوس. رحت هي وافقت. اه مرة واتنين وتلاتة عجبها الموضوع وقالت ايه ده انا اعمل فلوس من الموضوع ده كتير. اه بقت تشتغل في البيوت وتعمل النظام ده وتاخد فلوس من الناس وتعمل عل رقة معهم عادي في بيوتهم. اه الموضوع ده حصل معاها ايه قعد معاها كده يا جماعة قول ايه تلات اربع شهور. طبعا الموضوع اه ابتدت تعرف والناس بقت تعرف وشها ومش عارف ايه الناس تتكلم عليها ومش عارف ايه. قالت لأ الموضوع ده ممكن اتحبس فيه لو حد عرف ممكن اتحبس فيه. خصوصا ان في واحدة من البيوت اللي اشتغلت فيها مرته عرفت وكده وعملت لها مشكلة. رحت رحت قالت انا هعمل ايه وروح اعمل صفحة على الفيسبوك واكت بان انا اخصائية اه العلاقات الزوجية. اه عملت صفحة مشبوهة زيها وراحت عاملة ان هي اخصائية علاق زوجية علاقات زوجية وبقت تدخل تضيف الرجالة بس وكل ما راجل يخش تقول له الرجالة مسلا اللي عنده مشكلة ولا حاجة انا احلها لك انا دكتورة انا مش عارف ايه وهي مش دكتورة ولا حاجة يا جماعة. اه تقول له انا احلي لك مشكلتك اه وتدي له رقمها في الخاص ويكلمها ويدي له معاد ويروح له كده. قعدت عاملة الموضوع ده فترة لغاية ما تعرفت اه بتقول له تيجي وبيبقى في جالسة بألف ونص هنعملها لك وتبقى كويس. طبعا انتو عارفين الناس اللي عندها ضعف اه بتروح هند الدكتورة اللي هي بتاعة العلاقات الزوجية عشان يكشفه. اه طبعا كانوا بيخشوا على الصفحة المشبوهة بتاعتها دي اه كان بتروح اه تقول لهم العنوان كانت واخد شقة اقجار وكانت عاملة زي مكتب كده يا جماعة عشان ما تتشمش وما حملة زي عفتة ان هي خبيرة العلاقات الزوجية دكتورة خبيرة العلاقات الزوجية انا مش اقول اسمها. فا اه عملتها والناس بايت فعلا بتيجي يا جماعة وفعلا كدبت اه مكتش دكتورة الا كان بتعالج حد يا جماعة دا هي كانوا بيروحوا وبيضع الف ونص في الليلة انتو فاهمين بقى كان بتعمل معهم علاقة وتقولهم انتو كده خلاص خفيتوا وانا دكتورة مش عارف ايه وعملولي اعلانات ولا حد حد زيكم مثلا عايز يجي ماشي بالف ونص ومش عارف ايه. بس كان بتستخبى وراء ان هي ايه خبيرة علاقات زوجية وكانت عاملة الصفحة بتاعتها على الفيسبوك كده بلا لغاية ما في يوم من الايام الشرطة طبعا رصدت الايميل بتاعها اللي على الفيسبوك وقالوا نشوف الخبيرة دي لازم ان نشوف لكم في حاجة غلط لازم ان يتأكدوا يعني مباحث الانترنت يا جماعة راحوا المكتب اللي هي فتحاء وراحوا واحد اكيد انه هيكشف كان زابط ودخل وكان حاجز بالف ونص معها الجلسة ودخل يا جماعة لقا مش كاش لقا ما فيش خبيرة علاقات زوجية ولا حاجة مش كاش لقا طبعا انتوا فاهمين شاقة معمولة لكده فطبعا استنى قال لها انا ممكن استنى اخر كشف قالت له فيجي 11 قبليك قال لها خلاص انا هستنى بقت برضو بتشغل معها بنات تانية يا جماعة عشان الموضوع بقى كبر منها وبقى معها فلوس كتير آآ راح قال لها خلاص استنى الاخر كشف آآ استنى 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 لغاية ما 11 نفر دخلوا وراح يا جماعة اتصل بالمركز الشرطة مسكوهم هم كل متلبسين آآ في اليوم ده طبعا خدوها على مركز الشرطة يا ممسوكة متلبسة طبعا اول ما تمسكت اعترفت بكل حاجة وحاكت يا كد بدايتها ايه وهي بتعمل كده ليه وطبعا لقوا معاها مبلغ مال يا جماعة خمسمة الف جنيه آآ كانت حصيلة اسبوع من اللي هي كان بتعمله يعني راحوا مسكوها وهي محبوسة دلوقتي وكانت وقالت على اسامي الناس اللي جات عندها قبل كده آآ قالت على اساميهم ان في ناس جم وعملوا جلسات عندها آآ قالت على اساميهم وهم جابوا اسامي الناس دي وابضوا عليهم وعرفوا انهم فعلا راحوا عندها الشق طبعا يا جماعة بيتشغل دماغها طب شغل دماغك في الحاجة الصحي مش الحاجة الغلط الشعب المصري بيشغل دماغه بس بيشغل دماغه مش كله يا جماعة ايه يا دماغها حلوة وبتعرف تجي فلوس طب شغلها في الصح شغلها في الحلال عشان يجيلك قرش حلال مش في الحرام طبعا آآ انا كده خلاص خلصت الفيديو يا رب يعجبكو لو عجبكو من تشوء اللايك والاشتراك والتعليق الفيديو ده جماعة للاستفادة والاتعاز الناس تتعز من اخطاء الاخرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة